بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله لما نجي ببص على وجهة الاتقاد ده وجهة سهلة وسيطة ومنسقة ومفاش بشكل ان شاء الله بلاينا مسحة العمل مسحة العمل دي اللي انا ببدأ ارفز اللون بتاعت فيها واللي انا ببدأ اشوف الشغل بتاعي بيتجون فيها اللي هي الجزء دوت الجزء اللي اسف الدوت تمام ده مسحة العمل بتلاقي فوق الشريط اللي هو الريبون ده بتلاقي فيه الحاجة الموثقة فيه ببعد نفس الحاجة اللي هي بتاعت هوم بلاي فيها الامر الاسسية اللي انا ببقى الشغل بيها ده الجزء بتاع دروف ده الجزء اللي انا هرسم منه يعني وانا مغامل كده اي امر الرسم هاجي على ايه هنا وهتلاقي كل الاشكال اصلا ببساطة موجودة بكم من خطوط بكم من سيركل نجيب حاجات دي كلها مع بعض تمام امر التعديل اه لو انت عايز تكتب كلام او عايز تعمل اه ابعاد الليرات تمام الكلام اللي بعد هي هتلاقيه انسيرت انسيرت دع برا ان انت بتدخل حاجة من برا ملف الاتوكات جوه الاتوكات يعني انا عايز تدخل صورة عايز تدخل ملف الاتوكات تاني عايز تعمل الاتاش تمام ده انسيرت الحاجات ضيعت انوتيت دي اللي يدر بتفصيل اكتر بس حاجات حسية هي اللي موجودة في الهوم تمام البراماتيك ده حاجة جديدة يعني مجرد ان انا بقول له اعمل لي علاقة بين الخطين دول مسلا عندي حيطة لازم الحيطة بتقوم الخطين متوازين لبعض او عند زي شيت سكة حديد مسلا فابدأ اعمل بالشكل دوت انا اقول له خلي الخط ده ببرل الخط التاني تمام الفيو ده خاص بشكل الواقع نفسه لو انت عايز تظهر حاجة عايز تظهر حاجة في سري دي عايز تقسم اللوحة نصين عايز تشوف اللي هي اسم بروبرتس طعم تبدأ تتدير الشغل بتاعك يعني مسلا عايز تحمل اللذب اللذب ده برا عن برنامج واحد عامله عشان يقدي اداء اضافية باش موجودة في الاتوكيت تمام يعني انا عندي هنا بديس على الخط واحد يقول لي ده طولة دي يعني ممكن اروح معلم على كده انا بعمل زوم بالبكرة وقول له تمام بيبقى يقول لي الخط ده اللي موجود على الاريار اسمها محظوظة في الموديل سبيس تمام اللي يرد لو حد شغل فوتشوب او كده بيبقى عبارة عن زي ورقة شفاف كل ورقة فبعض كل ورقة فيهم فيها جزء معين لو صحبت لو صحبت جزء دوت هيباني الروحة من غير الجزء دوت يعني برده مسلا ايه ان انا عندي العماء الدور ده انا رسمه عايز ارسمي الحساب لوحدية وشابك لوحدية والحاجات دي كلها وفي نفس الوقت يباني في نفس الدور بس لو انا حبيت اخفي كل الحوايط اللي في المشروع او خلي حاجة الاشياء اقدر كده تمام فبعمل الحاكس ما اللي يردت او كزا ورقة شفافة وبعض كل ورقة برسم جزء الخاص بتاعتها يعني في ورقة برسم مثلا الساق بتاع التكييف ورقة تاني برسم المعماري ورقة تاني برسم التكييف تمام فدي الموضوع اللي يردت وده هنشوفه بالتفصيل موضوع بسيط الاسبيتس عندي هنا يعني هل هي موضي الاسبيتس ولا هي قوت اللون بتاع الحاجة اللون ريد اذا ما عشبين هو اللون الاحمر نعم اللي هو النوع الخط نفسه تمام هو انا معامل بقى لير يعني كل لير بقى لها لين طيب هو ياخد نفس اللين طيب اللي موجود في اللي تمام موجود فعلي نقطة لكسو الوي وزد بتوعي الطول اللي هو دوت تمام ممكن انا عمل ليس بيجيب لي اطوار كل الخطوط اللي موجودة في المشروع فالليس بدا بيقدي وزيفة اضافية بكون انا محتاجة ده ده امسط حاجة يعني تمام اذا اضبط اقدر اصدر الملف دوت بان انا اطبعه وان انا اصدره مثلا امتداد دي دابلو اف يعيش ان انت مثلا مكشفه عن نت تصدره بدي اف على طول تمام فدي بعض الادوات السريعة تمام اللي بس يعني بتشرح فكرة ان الواحد التلقائي يبقى شيء عارف هو ممكن يروح فين عشان يقدل وظيفة المعينة حتى لو هو مثلا مش فاكر الوظيفة دي موجودة فيه في ناس بشغل بالريبون وفي ناس بشغل بالقوائم الاديمة اللي هي فاير وإدي توابة كلها كل واحد تتعود على وجهة بس هي الريبون بدت تعتمد اكثر في اللوتكات وهو ده الاساسي او فيه بعد البرانج بقيت خلاص بقيت هي دي الاساسي وبقى لغوا موضوع القوائم بقى ممكن تتشغل به فحاولت تتعود على الريبون بدت لايه سهر خالص الجزء اللي فيه دوت الامر يقول لها اللي هي مشهورة زي ان انا افتح ملف جديد جديد بيقول لي اختار التمبليت التمبليت ده ابارة عن ملف الفات خالص بس الانتين بتحتهم مزبط يعني مسلا ممكن اقول له انا عايز بتوكاد عادي لا انا عايز بتوكسر دي لا انا ممكن اكون اعمل حاجة مزبط فيها اليونت اكتر مزبط فيها اا شوية اعدادات تمام؟ ده مجرد حاجات تمبليت ممكن يكون مسلا مزبط اا الليارات معينة فيه نعم مثلا انا دلوقتي اشغال معمالي فهابدأ شغلي ابدأ اعمل الليارات ما هو جديد لا ده انا ممكن اروح معامل تمبليت خاص بي حاط فيه كل الليارات اسم الليارات اللي انا عايزها حاط فيها دخنات الخطوط حاط فيها الاعدادات بتاعتي وابدأ اشغل عليها بشكل ضبط تمام؟ اعمل لي ملف جديد ابدأ اشغل عليها دي بقى ابدأ اتنقل من هنا بحيث ابدأ اشوف اللي انا عايزه تمام؟ نرجع هنا اا دي اوبن بقوله هنا انا عايز افتح ملفل فرين وادور على الملفل اللي انا عايز وهنا فايل اوف طيب ايه نوع الملفل اتعايز افتحه؟ هل هو دروينج دي دابلو جي دي دابلو جي اخسر دروينج مجابرة بس بيشيل الحروف ايه المتحركة الستاندرد اللي هو الدي دابلو اس الستاندرد ده ملف فيه الليارات مزجوطة جدا بحيث ان انا بعد ما بيخلص شغل او انا عايز اتشيك على شغل بتاعي بقوله شوف الملفل بتاعي مقارنة بملفل الستاندرد ده فيه اللي هي رات غلط ولا لا فهو يبدأ يقول لي اذا فيه لير انت كتبها دابلو ايه و ايه لانما هي المفروض دابلو ايه ال ال. يبدأ يعمل مقارنة بين شغل بتاعي وشغل الستاندرد ويقول لي فين الغلطات او فيه اللي عايز يتزبط حشن يبقى شغلي ستاندرد الدي اس اف ده امتداد خاص بتبادل المعلومات بين البرامج يعني فرض مسلا انا ده اتشغال في الوتكات دي دابلو جي وعايز ابدل حاجة مع ال. تمام اس جيبي فعملوا بعض الامتدات لتسهيل التعاون بين البرامج يبقى كل البرامج بتليها انها تصدر دي اس اف والبرامج تانية تقبلها في البيمي مسلا فيه استفاء على ال اي في سي ده ملف او امتداد خاص بين البرامج كلها بشتبع شركة معينة او في اكس ام ايل او جي بي اكس ام ايل جرين بلدنج اكستيندل مركاب الانجويتش تمام؟ فهي ام جارة بس امتداد ان انا عايز اوضل البرامج تاني فارح مصدرها الامتداد البرامج اللي هتشوف ده خاصة بالتمبليت اللي احنا نزم الكلام اللي علي وانا اللي عايز تعمل او تعمل تعمل نسخة ثانية من الملف او عايز تعمل بلوت ممكن اجي هنا راح مزود مثلا الورك سبيس مزود الباتري بلوت الرندر اممكن اقوله شو منيو بار يبتجيبلي قوائم اللي هي القديمة اللي اللي استعدت عليها اللي اغفايل اه اديت مودي فاي تعم وممكن هنا مسلا قائمة ام لو انت عايز تغير مكانها وتدوس كنترول وتروحنا الى هنا مسلا لو انت عايز هنا ده الحرف الايه كبير دوت ادوس عليه بيجيبلي اوامر سريعة جدا انا بيحتاجها كتير زي مضوع اكتبورت بابلش برينت بيديني اخر حاجات انا اشتغلت عليها ممكن اقوله حسب ممكن اقوله انا عايز الشكل بشكل دوت لارش اسمه الامج حطوله ممكن اعمل سيرش على الامر معين يعني انا مسلا انا متعاوض على قائمة القديمة ان في اامر مسلا اسمه كوبي وانا مش لاقيه هنا اقوله كوبي فهيبدأ اجيب لي كل الامر اسمها كوبي او بيدور مراش حاجه اسمه بلسه دوت طيب سيركل هاو بيدور في الناتر هاي الاول بدأت بتظهر حية السيركل تقدر هشوف الامر ده عشان ارسمه هجيبه منه من قائمة درو السيركل هلاقي السنتر من قائمة درو هتلاقي كزا دي السيركل بتسمي كاس تريها دي كل الطرق اللي بتسمي بها السيركل تعم ده لو انت عايز تفتكر امر بش فاكره موجود فيه عندي هنا شوية اوامر كويسة زي درونج بربورتس اللي انا عايز اعرف مع علوماتي عن الملف المفتوح دلوقتي اليونيت هل هي متر ولا بوس والحاجات دي بحث الكويات هنا مسامل انش احنا كل شغل له بالمليمتر فقبل ما ابدأ شغل رحم حوله مليمتر مشان ما اضطرش ان انا عمل رسائز والمشاكل دي اه اوديت لو فيها اي مشاكل بيحاول يحيل لها في عندي مسلا برش لو عند الملف مساحته كبيرة وعايز الغي المساحة اللي واخدها ملف عناصر تلغت يعني ده وقت اللي انا كنت رسمت حاجة وتلغت بس برضو اخدم مساحة في قلب اللي واحد ممكن اعملها برش ايه ده مساحة ركافر لو انا مرة واحدة الملف مش قادر يفتح فبقول له ركافر فبيبدأ يصلح الملف هو كل انا بقول له بقول له باختر الملف اللي انا عايزه بقول له ركافر خلص بيبدأ يصلح الملف بيحاول نهو يفتحه ده عندي دي قايمة كبيرة جدا بتفصيل بعد كده بس هي اه اهدات للاتوكيات لو انت مسلا عايز الخلفية بيضة عايزها سودة عايز اه تغير المددد السيف عمد دي المحطة قاسية انت عايز سيفه ايه? ٢٠١ َ٠١ ٢٠١ ٢٠٠١ تمام؟ لو انت عاملت ٢١١ ٢١١ يبيادت فتح على ٢١١٢ او 2014 الى حاجة الاعلى. انما لو سيفت مثلا اقل 2004 يبقى ان تفتح من 2004 وانت طالع. 2002 ما يقدرش الفتحه. يعنىFi لو ده مقاطro الواحد هو 2014 انا سيف 2014. وبعدت الواحد عنده اض Sit ago 2007 مش هادر يفتحه. انما لو wann Assaf有點 2007 وبعدت الواحد عنده 2013 هيبدا يفتح الاس�� بتاعه الازهار بتاعه والازهارات اللي قبل كده. فانا عشان ما عملش مشاكل. بشوف الشركة كلها شغرية. تمام? والقافلة تصير على اضعف واحد فينا. فلو اضعف واحد فينا مسلا بتاع البرنتر عنده جاز خفيفه بتاع فممكن كلنا نروح نسافين الفين وسبعة مشان بتحصلش مشاكل. او نشغل كلنا ولما نجي نديها للبرنتر نبعت له الفين وسبعة او نبعت له بدي اف عادس ان هو يطبع طول ما عادش يزبط اللي ارى. سأقول له الفين وسبعة. تمام? ده من الاختبارات الاسية بتاعتي اللي انا لازم اهتم بها. عشان بتعملش مشاكل بعد كده. هو اقول له اوكي. وهنا نبتل نشوف الاختبارات مع بعض. نيجي نبص هنا. بالله هنا ان انا ممكن ندخل اوام. يعني خلنا ناخد اوامر سريع كده. ان انا مسلا عايز نرسم لاين. ممكن اجي من هوم لاين. تمام? وابدا يرسم الخط بتاعي. تمام? انا ممكن اجي هنا. وقول له ال انتر. برضو كده ادينا اوامر لاين. يبقى انا ممكن انا نفذ اوامر من هنا او من هنا. وقول له لاين. تعم? وبدرس. طيب انا دعوتي مش حر كاان انا بارس من دواحة مثلا اه فنية ولا بتاع. لأ انا عايز الزب نفسي. بان انا اشتغل بزوعة معينة. فممكن ببساطة اقول له اف تمانية. اللي هي نفسي اشتغل. ماشي على الاكس او الواي. بايد. ماشي اقفك او رأسي. ما بايدش. مامشي بالرسم الحر. انا ممكن اجد كده. او راح ارسم. مش اخر دول. او بعد كده ممكن انا ابدأ ارسم بارقام. انشوف ماذا ده. في الدروس اللي كانت جاله. م送 give package موسيقى